بمناسبة المباراة الحاسمة الأهلي عنده مباراة مع البلدية المحلة يوم السابت وبكالة مع الترجع على طول النهاية دا والأبطال لو إن شاء الله بإذن الله كل اللي عيبها جاهزة وكل اللي عيبها سليمة وما فيش أي مشاكل شايف التشكيلة اللي هتبقى مناسبة على ضوء ما قدمه النادي الآن في المباراة اللي فاتت إيه للآل؟ التشكيلة؟ تشكيلة النهاية يعني خلاص مصطفى شبير خلاص مفيش كلام هيبقى محمد هاني رامي وعبد المنعم معلول مروان وأكرم وإمام مروان وأكرم وإمام برسيتاو وسام حسين الشحات اللي شايفها التشكيلة الأمس دي تقريبا التشكيلة أعتقد اللي هتبقى بس ألك على اتنين اللي عيبة لو رجعوا عشان هم جاهزين دلوقتي بس يعني إيه والد لهم يجهزوا في بيادات المحلة مباراة اللي جاية ووالد لا بس لو الاتنين دول رجعوا الشناوي ياسر إبراهيم حد منهم ممكن يفش نهاية لا 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 مستحيل أنا كمدير فني مستحيل أنا رامي لعب بقى له فترة كبيرة وماشي بشكل لحد كبير مش وحش فخلاص عم نعم خلاص كده كده حاجز مكانه رامي هيبقى جنبه طبعا بقى له فترة هو اللي رجله في الملعب وموجود الشناوي برضو أعتقد هيبقى صعب أقوه يعني صعب لا هيلعب إمتى الشناوي هيلعب البلدية وأعتقد أنه خارج البلدية ولا موجود مش عارف لا ليس ما تعالنش القائمة بتاعت البلدية حتى لو موجود في البلدية بس هو سليم هو تببين سليم ماشي بس برضو أنت على الأقل يعني لازم تلعبوا ماتشات ودية حتى على الأقل تتطمن عليه ما أعتقدش أنه يجي من الإصابة الطويلة دي ويلعب هتبقى صعب قوي هتبقى لا يعني مجاسفة جدا كبيرة وهيبقى ظلم للشوبير بصراحة أنا شايف أنه الولد ماشي بشكل كويس جدا ويعني حقه أنه ياخد الماتشات اللي جاي دي حقه اه يعني ده وجهة نظر يعني شكرا